ختم الحجامة مسوي حجامة شفت لك في سناب شات تصدح وهل كياس مدى الأكواب لأن دم فاسد وخربان وأفكار شيطانية تخرج تعرف أنت الحجامة قبل الإسلام والإسلام صادق عليها وادخل عليها بعض التعديلات لكن يطب يعرفون قدم الفراعنة وقدم الصينيين وللأمانة يا أخير تحت أنا من يوم حسيت الفرق يا أخير دائما حتى مع الشباب أتناقشنا وياهم بعضهم يقول راح تجرب الحجامة تساعدك حتى النومك سير خفيف أنت عقوب ما سويتها حسيت بفرق؟ والله أنا الحمد لله مرتاح وازددت راحة وصرت أنا بسرع ونصلا الحمد لله أنا بسرع لأني ما عندي ما أفكر بالدنيا كثير لكن للأمانة أنا تعرفت كثيرا على الحجامة في بريطانيا في كتاب إن شاء الله سنستعرض عن الحجامة ألا فليصة صديق لي 200 مرجع كلها إنجليزية يسمونها كوبينغ اللي هو الكاس زمان أنا سويتها هنا الصغير كانت خطر لأنه واحد يحط الغوير ويشفط ويتفت أول كانت في أحياء شعبية واللي يسويها أخوان من الجلس الأفريقية ما كان فيها نظافة أصلا لينضبطوها شوي من تالس الآن أنا سويتها في مركز يسمى مركز الطب النبوي في جمع الملكة عبدعيز سويتها ويسوونها بعض المراكز صحيح الوزير قبل كم سنة وزير من وزارة الصحة منعها والحين رجعوها هي طب من أنواع الطب البديع طبعا طيب